اشتركوا في القناة البدر يهاجم الحكم الاثيوبي ويثق في حسم اللقب الدار البيضاء ومعلول وربيع جاهزان لمباراة الاياب امام الوداد اشتركوا في القناة 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 قبل ان يخوض مباراة العودة على ملعب محمد الخامس السبت المقبل حيث يحتاج الاهلي الى الفوز باي نتيجة من اجل الحصول على لقب دور افطال افريقيا للمرة التاسعة في تاريخ النازي ومنح حسام البدري المدير الفنين الاهلي لاعبين راحة من تدريبات اليوم الاحد عقب خوض مباراة الوداد على ان يستنف الفريق تدريباته في الساعة التاسعة من صباح بعد غد الاثنين موسيقى قام سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية بالتنسيق مع اشرف ابراهيم سفير المصري في المغرب ومحمد خليل القنصل المصري بانهاء كفة اجراءات سفار البعثة الى مدينة الدار البيضاء الاربعاء المقبل ومن المقرر ان يسافر عدلي بصحبة سيد عبد الحفيز مدير الكرة للمغرب غدا الاثنين من اجل الترتيب لمعسكر الفريق وترتيبات استقبال بعثة الاهلي والاتمئنان على الترتيبات الخاصة بالاقامة والانتقالات وملاعب التدريب موسيقى اختر الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف النادي الاهل بتعيين الجنبي بكاري جسامة حكما لمباراة العودة والتي ستجمع الاهلي مع الولاد السفت المقبل في الدور النهائي من دور ابطال افريقيا ويعاون جسامة في المباراة جيان كلود برومتشاهو ومرا ورانجي موسيقى موسيقى تلقى نادي الاهلي خطابا رسميا اليوم الاحد من اللجنة المنظمة لبطولة كاس العالم الاندية والتي ستقاب في الامارات خلال بيسندر المقبل طلب فيه تحديد اسماء البعثة الرسمية حال صعوده للمونديال وطلب الفيفا في خطابه ان يحدد الاهلي قبل نهاية الاسبوع الجاري اسماء البعثة على ان تضم 63 فرد مع السماح باضافة اسماء اللاعبين ويحتاج الاهلي للفوز في مباراة العودة امام الوداد لتثبيق بلقب دور ابطال افريقيا للمرة التاسعة وضمان التواجد في مونديال الاندية للمرة السادسة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انتقد حسام البدري المدير الفنين للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي اداء الحكم الاسيوبي خلال مباراة فريقه امام الوداد المغربي والتي جمعتهما امس السادسة على ملعب برج العرب في ذهاب نهائي دور ابطال افريقيا وانتهت بالتعادل الايجابي واحد واحد وقال البدري الحكم تغادى عن ركل الجزاء صحيحة لصالحنا بعد عرقلة وليد ازارو داخل منطقة الجزاء وشدد المدير الفني على ان التعادل لا يمحي الاداء الجيد والذي قدمه اللاعبون في المباراة واكد البدري على ثقته في قدرات وخبرات لاعبي الاهلي في مباراة الاياب بالمغرب وان الفريق سيحقق الفوز على ملعب محمد الخامس ويحقق اللقب الافريقي ويشارك من جديد في كاس العالم للانبية قال المدير الفني لفريق الوداد المغربي لحسين عموتة ان فريقه قدم مباراة جيدة امام الاهلي واضف عموتة خدمة المباراة ولما هدف واحد وهو الفوز وهو ما زاد المباراة صعوبة لا سيما وانها امام فريق بحجم النادي الاهلي والذي يعظ بالنجوم في مختلف المراكز فضلا عن ان المباراة قام على ملعبه وسط جماهيره العالدة وتوقع عموتة صعوبة مباراة الاياب في المغرب نظرا لرغبة الاهلي القوية في التعويض ورغبة الوداد في حسم البطولة لصالحه وختم عموتة صريحاته قائلا لا يمكننا الاعتماد على نتيجة مباراة الزهاب وسنبدل قصارى جهدنا للقوية في المغرب بنتيجة تمنحنا اللقب موسيقى طلب حسام بدري المدير الفني للنادي الاهلي من الجهاز الطبي للفريق سرعة تجهيز صالح بمعاني مباراة العودة امام الوداد المغربي بالدور النهائي من بطولة افريقيا وقام البدري عقد مباراة الذهاب بعقد جلسة مع خالد محمود طبيب الفريق وطالبه بضرورة تجهيز صالح ببرنامج مكثف للتخلص من اصابة العضلة الخلفية نظرا لحاجة الفريق لجهوده في مباراة العودة موسيقى طبعا الجهاز الطبي للأهلي حسام البدري المدير الفني للأهلي بالشأن اصابة علي معلول والتي تعرض لها في لقاء الذهاب امام الوداد المغربي امس السبت واكد جهاز الطبي ان معلول سيكون قادرا على المشاركة في لقاء العودة وتعرض معلول لاجهاد في العضلة الخلفية خلال المباراة الامر الذي اثار قلق الاهلوية من غيابه عن لقاء العودة السبت المقبل في السياق نفسه اكد خالد محمود طبيب الفريق ان رامي ربيع سليم تماما ولا يعاني من اي اصابات مؤكدا جاهزية اللاعب لخوض المباراة تسلم خالد محمود رئيس جهاز الطبي للأهلي البرنامج الخاص باللاعب مروان محصل مهاجم الفريق والذي عاد من المانيا مؤخرا بعد فضوعه لفحوصات طبية جديدة على الصليبي ويقوم طبيب الاهلي وثقى للبرنامج بتحديد مواعد عودة اللاعب للتدريبات الجماعية ومن ثم المشاركة في التدريبات ويغيب مروان عن المشاركة مع الاهلي منذ شهر يناير الماضي بعدما اصيب خلال مشاركته مع المنتخب الوطني الاول بامم الجامون قرر نادي النجم الساحل التونسي برئاسة رضا شرف الدين لبقاء على المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم الفرنسيه بارفيلاز في منصبه لحين ايجاد بديل واشار نادي النجم الساحل الى ان هيئة قدماء النادي اجتمعت مساء امس برئاسة رضا شرف الدين وبحضور مجموعة من قدماء اللاعبين وتفقت على مواصلة المدرب هبارفيلاز مهامه في الاشراف على طريق الاول لحين ايجاد بديل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دوري ابطال افريقيا والعودة من دار البيضاء بالكاس نتابع في التقرير التالي ابرز ردود افعال الجماهير عقب نهاية مباراة الاهلي والوداد امس سعيد اننا واقف النهاردة في هذه الشاشة العظيمة وواقف في النادي العظيم النادي الاهلي فريل النادي الاهلي النهاردة لعبه كامل قوته لعب ماتش قوي ماتش عظيم امتعنا عمل كل محاولاته لاختراق دفاع فريل الوداد بس فريل الوداد فرقة كلها بالدافع فرقة كلها واقفة في الدفاع فكانت صعب جدا اختراقها عملنا القوار حلوة لكن للأسف الحظ ما كانش معانا لكن الفرقة كلها لعبت بطريقة جيدة ويعني اتمنى ان شاء الله في الماتش القادم في المغرب مع فريل الوداد ان احنا نحقق مكسبنا ومش بعيد عننا ومش بعيد عن فريل النادي الاهلي الفريل العظيم لعبها رجالة ما حلبناش الحظ بنهارده النتيجة واحد واحد بس ان شاء الله مش مصر مش الاهلي بس مصر كلها وورا الاهلي نEdавية الجاي وان شاء الله نكسب ونجيب الناس النادي الاهلي والمصر ان شاء الله النادي الاهلي بيظهر دايما في وقت الصعب والوقت الشنائد الاعلی اعتاد دايما انا كناقض رياضي في النادي الاهلي باقي اكتر من 10 سنين شايف الروح اللي فيها النادي الاهلي شايف ان هو وقت الصعب بتلاقي لعيبة الاهلي حضرة لعيبة الاهلي عندها خبرات كبيرة في شوت اي نعم انتهى في برج العرب بنتيجة لا ترضي جماهير النادي الاهلي ولا جهازه الفني ولا اقدرته ولا اي حاجة لكن في شوت تاني السبت اللي جاي في المغرب اهم حاجة الثقة في ربنا سبحانه وتعالى والروح نفسها ان احنا 2006 ورده حصل معا نفس الموقف ده وفوزنا اهم حاجة الرعونة نهدى شوية وان شاء الله التركيز وان شاء الله التوفيه من عند الله سبحانه وتعالى نكسب ونرجع بالكسب ان شاء الله ان شاء الله لسه في شوت تاني وان شاء الله ربنا يوفع الاهلي وان شاء الله البطولة بتاعنا دهل ان شاء الله المنافس بتاعنا سنهم صغير وخط الدفاع بتاعهم سريع وفاهم وبيقف كويس جدا فبالتالي احنا محتاجين المهاجم لاستغل انصاف الفرص ومعليش وليد ازاره ولا انا وجهة نظر الشخصية والعيب كويس بس بيكون فيه ماتش وعليه ضغط عصبي ما بيعرفش يقدي كويس يعني عايز يكون ماتش مريح هيدك زي ماتش اللي في بتاع التونس طبعا ده الشوت الاول من يعني اعتره الشوت الاول من المباراة واحد واحد والاهلي عودنا انه رجلته يعني لا تنتهي المبارايات الا بالسفار الشوت التاني وهو المباراة التانية اماننا كبير كده اللعبه يعني جيم كان مقفول النهاردة اعتقد هناك في المغرب هيكون الجيم مفتوح اكتر من كده وبالتالي فرص الاهلي هتكون اكبر واماننا كبير ان شاء الله والبطولة بازن الله للاهلي وسيكون بطل افريقيا بازن الله احنا تعودنا من نادي الاهلي دايما انه هو نادي بطلات نادي اللحظات الاخيرة احنا تعودنا من نادي نادي القرن البطل دايما بيتتوج في اللحظات الاخيرة والفرحة ما بتكونش فرحة غير لما بتيجي بعد عناء وبعد شقاء وده لسه يعتبر جزء يعني اي نعم نتيجة مش مرضية للنادي الاهلي وجماهيره بس احنا نتمنى طبعا ان في المغرب ان شاء الله دايما برضو منتخب مصر يعني عودنا إن هي في اللحظات الأخيرة جون محمد صلاح الجون بتاع السفاقسي أبو تريكا إحنا دايما في اللحظات الأخيرة بنجيب من الآخر على طول وإحنا إن شاء الله المتش الجاي هنتتوج وناخد بطولة أفريقيا ونصعد كاس العالم لأدين إن شاء الله المتش نائي شوطين شوط الأولين في مصر شوط تاني هناك أهلي كي كده حيأخذ البطول أدعو الله بالتوفيق في المغرب بإزد الله وإن شاء الله إن شاء الله نرجع بالكاس بإزد الله الله إن شاء الله إحنا معنا أحدش البطل المدرب وكلهم إن شاء الله وفيه شوط تاني إن شاء الله الفريق أحسن بإذن الله متعودين على النادي الأهل كده هو ده نادي الأهل المتش كويس جدا الفريق عمل للعليه وأزيد إن شاء الله بإذن الله نادي الأهل نادي الأزمات إن شاء الله بإذن الله يركع علينا من المغرب بالكاس وإلى أخبار المنتخب واتحاد الكرة حيث تعهد اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدا لنظيره الإمارات بحضور المنتخب الوطني الأول بكامل نجومه في المباراة الودية والتي ستقام يوم التاسع من نوفمبر المقبل والتي ستشهد احتفالية كبرى بمناسبة التأهل الرسمية للمونديال بعد غياب دام 28 عام وأكد اتحاد الكرة لمسؤولية الاتحاد الإماراتي أن الاتحاد الدولي لكرة القدم اعتمد اللقاء الودية لكن دون احتساب نقاطه في التصنيف الشهري للمنتخبات مشددا على أن المنتخب سيحضر المباراة بكامل نجومه ويتوجه المنتخب عقب المباراة إلى غانة لمواجهة النجوم السوداء يوم الثاني عشر من نوفمبر المقبل في الجولة السادسة والأخيرة بتصفيات المؤهلة للمونديال حدد اتحاد الكرة برئاسة هانيا بوريدة الأربعاء المقبل لموعدا لإجراء قرعة دور الـ 32 لبطولة كاسموس وتقام القرعة دور الأربعاء بمقر الاتحاد في حضور بعض أعضاء مجلس الإدارة إضافة إلى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وأرسل مجلس اتحاد الكرة خطابا رسميا إلى الأندية المشاركة في دور الـ 32 من أجل إرسال المندوبين لحضور مراسم القرعة وتسعى لجنة المسابقات اتحاد الكرة للانتهاء من مسابقتين الدوري والكاس قبل شهر مايو المقبل موسيقى أنا للتزام دايما بتعلم بتحرك ببص الأدام بجري مش بس عشان حياتي بحب الكرة بطير بحي وعندها بك موسيقى انا انت موسيقى موسيقى اعظم نادي في الكون الاهلي فوق الجميع موسيقى وعشرين في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد لتحديد الفائز المركز الثالث ومن المقرر ان تعود بعثة الفريق الى القاهرة غدا الاثنين موسيقى فصل قصير ونعهد الى جولة في ملاعب العالمية موسيقى وإلى جولة في الملاعب العالمية حيث تلقى المدرب الفرنسي زيندين زيدان خبرا سار باختراب عودة ظاهره الايمن الدولي الاسماني داني كارفهال للملاعب من جديد وذكرت تقارير صحافية اليوم الأحد ان كارفهال خضع لفحوصات طبية على القلب مساء امس سبت اكدت تعافي اللاعب من الاصابة وجاهزيته للمشاركة في تدريبات بداية من يوم الاثنين واضفت التقارير ان الاطباء اخبروا زيندين زيدان نتيجة تقييمهم لقلب كارفهال حيث اكدوا ان اللاعب في افضل حال مقارنة باي وقت مضى وانه جاهز للمشاركة من اخر في اخر التدريبات عقب اكتياز تدريبات الاجهاد وانهى تألف حوصات طبية مخاوف ظهير ريال مدريد والذي اصبح جاهز للمشاركة في التدريبات اكدت صحيح توندي اكسفراس ان نادي منتستر يونيتدي اعتزم تقدم بعرض قيمته 30 مليون جنيه استرليني من اجل ضم توماس مايوناه مدافع فاريس سان جرمان الفرنسي وخرج اللاعب من حسابات يوناي امري المدير الفني لنادي العاصمة الفرنسية منذ انضمام داني البس لصفوف الفريق قادما من يوفنتس في الانتقالات الصيقية واوضح توندي اكسفراس ان البرتغالي جوزي مارينيو المدير الفني للشياطين الحمر وهو من المعقبين بشدة باللاعب البلجيكي الدولي يرغب بشدة في ضمه لتعزيز الخط الخلفي للفريق في الانتقالات الشتوية كشف الحارس الايطالي المخدر مجيالويزي بوفان ان ناديه يوفنتس اكبره على اتخاذ قرار الاعتزال بنهاية هذا الموسم وقال بوفان الحائز على لقب افضل حارس في عام 2017 في تصريحات لشبك سكاي سبورت ايطاليا اليوم الاحد يوفنتس اكبرني على اتخاذ قرار الاعتزال رغم انني ارغب باللاعب لفترة اطول لكن هناك خيارات لا تتوقف عليك فقط فانني تعاقد من الفعل مع لاعبين اصغر مني سنا وربما في مستوى افضل واستعدوا لايجاد خليفة لي لذلك كان من الطبيعي ان لا استمر وكان بوفان قد اعلن اعتزاله لقرة القدم بنهاية الموسم الجاري الا في حال حصل يوفنتس على دور افطال اوروبا وشارك في بطولة كاس العالم للاندية العام المقبل لرغبته في الحصول على البطولتين وتعقد يوفنتس مع فيوتشيك تشيزني مع من ارسنل خلال سوق الانتقالات الصيفية الاخيرة ليكون بديلا لبوفان بعد اعتزاله لقرة القدم موسيقى 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 اه ربما يكون من خلال لكني لا مرحبت أين مرحب مزايا موسيقى بولدر أو أفضل مع مباشرة هو مباشرة الأفضل من المنطقة 2018 فيفا مباشرة عربا يواخيم لوفا المزير الفني للمنتخب الألماني لكلة القدم عن اعتقاده بأن الفرازيل هي أكبر المنافسين في بطولة كاس العالم والتي ستقام في روسيا لعام 2018 وقال لوف في حواره مع تلفزيون الألماني عن المنتخب الفرازيلي إنهم تعافوا بشكل جيد من هزيمة 1-7 وأصبحوا أفضل بعض الشيء كما اعتبر لوفا الأرجنتين وأسبانيا وإنجلترا وفرنسا أيضا من أكبر الفرق المرشخة للفوج بكاس العالم في مونديال روسيا مؤكدا أنها ستكون بطولة صعبة بشكل لا يمكن تصديقه تقدر الإشارة إلى أن قرعة نهائيات كاس العالم 2018 ستقام في العاصمة الروسية موسكو في الأول من ديسمبر المقدم موسيقى قدمت إدارة ليفر فول وعدا إلى يورجين كلاب مدرب الطريق الذي حاز وافق على بيع الفرازيلي في ليف كوتينيو خلال فترة الانتقالات المقبلة ورغم أن إدارة ليفر فول رفضت بشدة التخلي عن خدمات كوتينيو وصيف الماضي لصالح فرشلونة إلا أنه يبدو أنها في طريقها لترك اللاعب يرحل صوب النادي الكتالوني موسيقى أعلن نادي روما الإيطالي تجييد عقد الأرجنطيني فدريكو فازيو مدافع الفريق لمدة ثلاثة مواسم مقبلة تنتهي في صيف عام 2020 وانضم فازيو إلى نادي العاصمة الإيطالية في صيف عام 2016 قادما من تطنهام الإنجليزي على سبيل الإعارة قبل أن يقوم روما بشرائه نهائيا في المركاتو الصيفي الماضي موسيقى ترجع نادي منشستر سيتي الإنجليزي عن التعاقد مع أليكسي شانشاز جناح أرسنال خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ويخطط منشستر سيتي إلى ضمن اللاعب في الصيف المقبل في صفقة انتقال حر بعد أن سعد في عقده وانتهى مع أرسنال موسيقى إلى هنا تنتهي نشوف تخبار سادسة مساء من قناة نادية الأهل دمتن في أمان الله موسيقى 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 موسيقى